استعراض وزير الخارجية جبران باسيل داخل السراي لم يفاجأ معظم الوزراء على اعتبار أن الوزراء العونيين قد اعتادوا على تصرفات كهذه مدعومين من نائب ميشيل عون الذي لا يوفر أحدا من هجومه تصرف غير لائق بتيتا بإنسان راقي أبدا ما له حق ياخد كلام قبل ما رئيس مجلس وزراء اللي هو عم يدير الجلسة ويلي حقه يدير الجلسة قبل ما يعطيه الكلام أكيد مفتعلة عارف شوان بيعمل يعني عارف لحتى لأنه هو من ميل حكي وشخص تاني من ميل صار يخد الصور وإلى مشاغبة باسيل التي وضع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام حدا لها مشاغبات في الشارع من قبل عشرات العونيين مما انعكروا مزاج المواطنين والجيش والقوى الأمنية نحن منا مسيحيين أنا مني مسيحية أنا مني مارونية بطرس حرب مني ماروني سامير مقبل مني مسيحي كل شي فيه موارن الكتائب مني موارني مني مسيحيين شو بعدين عكل حال شو الفرق بيني وبين الإسلام شو فرق بيني وبينو كلنا مواطنين لبنينية عشو عم يقولوا عشو عم يقاتلوا عشو عم يحكوا بالفيدرالية يا أخي فيه أدنى خلل بندلي فيه وما بيمانع رئيس مجلس وزراء هن خلقوا معركة من ماشية تنزل على بيروت معقولة بيروت عاصمة لبنان المحلات مسكرة ومعروضة للبيع ليش ما بيعملوا معركة اللي فتح بيروت مواجهة الجيش شو عم يعملون الجيش ها لأنه عم يحارب داعش لأنه حميلنا هالبلد بدهم يعملوا من لبنان مثل سوريا عزباط شو بدهم؟ بدهم يقاتل بالأسلحة التقيلة؟ إنها عرضات أخرى تضافه إلى سلسلة عرضات عون الذي خاض حروبا خاسرة كثيرة لطالما كلفت اللبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا ثمنا باهضا